السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خليل جيميك الحين عندي مشروع الجامعة الجامعة ما اقعيني طلاب كفاية صراحة وسويت مشروع انا زيادة انتم ما عرفتو اللي هو الميزيك والحين سويت عطيتهم فلوس عساس ان يسولي شو الجماعة اللي هو الريسيرت ولا الوركس الوركس عساس فعل شي ثاني بس بحطي الناس تزورني من برع مولى من الخارج على اساس تدرس عندي وهذا راح يوفر لي يعني طلاب مفروض زيادة عرفتو فقد يكون كوستة اعلى لكن مفروض يدخل لي فلوس اكثر من الاشياء اللي انا كنت بقى اسويها اسوي اللي هي الخطة الاخيرة اللي هو هذا الكبير هذا شوفونا فبقيت اسويه هنا في الوسط من جدام حديقة من وراء حديقة ويشل نص الحين هذا طبعا محتاج شارع خلنا نحطي الى شارع عن زين اساس انه يشتغل على طول ونسولف هذا بيحتاج مجموعة اشياء انه يسويها ترى مش شي واحد يعني كنتفكر كيف اني ازينه ولا كيف اني اسويه ولا شو السالفة لان المشاريع الحين شوي شوي كل مالها يعني نوعا ما تتخر ولا الحين ما زيننا منوء الجامعة بس نحن محتاجين انه الطلاب يزيدون شوفوا الحين عندنا في طلاب في المدينة لكن ما عندنا طلابيون الجامعة فقع نزيد عدد الطلاب لان لو زدناه لخمسمية نقدر نفتح فقع فكرة الربطيشن اذا نزل ترى بعد في احتمال انه ينزل يعني مش بس الاكسبنس ما لا ولا تكلفة ستوهت عالية هاي واحدة من السايد افكس ولا من الآثار الجانبية انه سوي لكم الكوست عالي هني واحد وخمسين طالبي انا على طول رفعنا لين 415 طالب بالاضافة لا تنسوا ان نحن عندنا الحينة شو بعثات خارجية المبعوثين الخارجيين بعدها شي ثاني فريد لان شو يمكن يزيدهم بس اظن الكوست مالهم بيكون شوية عالي حق الحين نبل جامعة تشل بعمرها وتسوي مدخول خاص فيها نزيل خلو مجاب التزيين تزيين الجامعة كيف يكون فالحن الجامعة نحن شفناها ما عندها السياج الخاص فيها للأسف وكنت افكر ما اسوي سياج لان بتبين نوعا ما حسيت انه مع اسكر اكثر من الجامعة مشكلة جامعة تكلها فيها السياج فهو يتقعد شاور عن الموضوع قلنا نلفو شي خط حول الجامعة برايكم الخطة بحدهم الخطة الاساسية مالي ان الجامعة هاي امدها لين وين لين ورا مع شو دقيقة ثانية اخبركم الحين شو السالف وشو قايزتوي شو ما قايزتوي لانه ابا اشبكها في الحديقة اللي ورا نزيل سوينا مربع من الاساليب السهلة انك سوي مربع تشل هدق اكس 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 وهني تبدأ تعدل شوي اذا تبقى في الشارع تخلي الشارع محيط اذا شارع محيطي في منو المبنى هذا مبنى شو اول شيء قبل كل شيء هذا اصلا مبنى فنون حلو كلو في دكيشن زين المبنى ها مبنى فنون اساسا اوه ويت طلاب شل ما شاء الله وصلني على طول هذه المدرسة وصلتني نكستان واوو هذا نايس فراح هذا الشي نايس تو عندي ويت طلاب و identities نا اخبار السكانات لها الاساسي الهدف الاساسي الاهداف الاساسي اسوئ بالأحران اصل بالحديقة دخل الداخلي ن tongieht حفوة شارع تو ونوصلها في الشارع اللي هنا الحين طلاب الجامعة شوي أسهل عليهم المواصلات فأخلي مخرج من كرسو يبيروح يمشي لينه يوصل للمحطة الباصات أو غير يكون سهل عليه لأن هاي هم مشروع تجاري بس جوهرها مختلفة شوي عن المشاريع الثانية نفس الحدائق تعليم مننا تجاري مننا شو يرفع مستوى المدينة تنقص حتى المجرمين ينقصون كل شي ينقص عندك في السيتي سكايلين والحرائق والها كله متعلق حتى الوفيات متعلق شوي بالتعليم فكل شي يأثر على كل شي في هاي اللعبة ليش من هذا الواقع كل ما تعلمنا كل ما استوى المتخفين أكثر كل ما حلينا الأمور أفضل استوى ما شاء الله عنها كمية طلب نزيل الحين هذا لنهي مدرسة فنون لازم أختار الشبك الصراحة ولا مش شبكة خلنا حاجز شكله جميل بالنسبة لهم ما الحديقة نفسها ميوزمنت بارك لا مش ياها لهم البارك فين شكله زين الصراحة اللي أحسسهم انهم سارين حديقة مش جامعة هذا الصبر هذا مش لازم نبدأ نزين الجامعة حقهم والشبك هذا والله جميل الصراحة نزيل خلنا ناخذ الشبك هذا من النقطة الثانية شوي نرجع ورا واني بقى هني اوكي نرد نحطي شبك يسار خلا نحطي شوي فوق بحبه فوق أسهل التحكم فيه تحصلون وين تمسكونه تحصلون لانتي ما تحصلون نقطة المسك هاي ولا السنبينك بوينت هاي صعب تحصلون هذا دخلت في شارع وبعض ماكن صعب تدخل وعارفينتو الحين سيستم مهني نحن شو بنسوي صح بنمسك الحديقة عفوا الجامعة وبنسوي شوي زينة حقها خلص يعني اعتراض الجامعة عم اجمل مراحل العمر اللي مور فيها الطلاب منزين فلازم بتكون جميلة صراحة اللي ما راح الجامعة ما تسوي شي في حياته فيعتبر يعني نسبة العلم في الدنيا مرتفعها الحين كل حد استوها ما تعلم أصدقائي كل حد استوها ما تعلم الا هذا الجزء ما تعلم انه يسوي لي شارع صح نزين خلنكسر هذا مشكلة عالية مشي الشارع اسوي نقطة لو هني براية شوي شي مو بالتول احرك الين هني بس لا يكسر الشارع كلا شوي هذه مداتة يعني مداتة ممكن وحي سامحها الأخطاء يعني صراحة بس هي من الأجزاء الكبيرة اللي في اللعبة تخلي اللعبة جميلة جدا صراحة شوفوا او بمجرد حطنينا شارع وشبك يعني شكل المكان والكلية هاي تغير شوي شوف ايه ما شاء الله يعني يا يلي قاهرني انت بس يلي قاهرني يلي مطلع روحي ايوا 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 الحين بالنسبة لهذا بيكون مجموعة شير على اغلب نفس هيل بس لا بشير المفروش اظنى هذا الشير موجود بعد ممكن نحطيه بس لا صبر حلنا نشوف انواع ثاني من الشير هذا هو نفس المحظوظ اوكي بسوي نفس اللي موجود كجزء من الثيم ما له ما نحتاج وايد على فكرة هني ما نحتاج الشيء الضخم الشيء مثل ما تقولون الوفر هني هني اشياء بسيطة بتكفي الجامعة وانا تريا تيرمو اللي فصل اللي طوف لانا الجامعة ما رح تفتح لنا الا اذا ما رح فصل عليها ولا سنة دراسية اه وهي مخرجة ناس بالمستوى هذا فهذا ممكن انه ينزل بعد فانتبه لهذا الشيء نزيل اكاديمي كوركس خلنا نزيل اكاديمي كوركس شوية نعطيها مش شوية فلوس الفين ما يستويه لانا في نص الورك نحن اه في نص الوكر وما نرفع الميزانية على طول اوكي خلنا نرفع الميزانية نزيل كم استوى الحالة صبر لحظة موظف واحد واحد في الامية اوف اشرين الف لا يبقى يخلى على ال الف خلاص خلى على ال الف ما تسوي الشغلة حاليا خلين وصلنا لشبه للنباة اذا وصلنا تسعمية طالب اتصور من الحكم احطي سكان ثاني حتى لو ما يستعملونها نزيل الحين لازم نسرق اشياء مفروض من الحذائق يعني نحن نتكلم عن مستوى جامعة نزيل ابا اسوي عندهم نشاطات مثلا هذه الحديقة طبعا بس بدون منطقة الحديقة ابا هاي النشاطات حق تكون حق الجامعة عرفته الحين جبنا هذا وحطينا لهم حق الشطرنج الشطرنج بكون والله فكرة ناجحة الصراحة في الحديقة يعني رايعة جدا فراحة نزيل وبنحطي لهم الممرات هاي نفسها هال الحديقة العامة عساس للطلاب يحسون نفسهم عايشين يعني في في بيئة ذكية شوي في بيئة دراسية عميقة والني بشير ما ان الخطير اللي شفناها الصغار هاي عفوا هاذا مش شير نزيل هني بالشير الصغار نفسهم ونسوي فيهم تحديد للمكان ونسوي هني فيهم الممر شوفوا الحين يعني زدنا الممر ما لمنوع ما للشارع نفسه نزيل نقدر اسوي نفسه العملية هني على فكرة ها شوفوا الشارع نفسه شتو في شير اكثر هذا حليم عندكم نفس الشير المستعمل اوكي شوفوا طيب الطريقة هادي ستو عنه شير اكثر من المعتاد على الشارع ولا على الممشى هذا خليم يستنسون يشوفوا مناظر حلوة على اقل والله جامعة يعني مكان حياة نحن ما ناخذها مكان حياة للأسف ناخذها مكان تعذيب لكن نكتشف انه هي مكان حياة يعني كل شي مجهز شوفوا انت شكل المكان بس وحتى فيه ناس ممكن تتلعب شطرنج وتسوي اشياء هذا بالنسبة الحديقة خاصة انه بيكون حلوة وحديقة الحيوانات شوفوا الحين نتقل من حديقة لحديقة ترانية فيها البلازة الحين نسرق من عدة اماكن مقابل انه شو نسوي نسوي خدمات حلوة شوفوا بلازة يدامها بلازة نايس 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 نزيد ونحط البلازة وين هنا ما اقدر احط شي رفع بس ابا اكثف شوي شير احظة ثانية بدل الحديقة اليابانية ترى ترى كم مشروحي فكرة صراحة يعني اقولكم الصراحة روحي حلو والحلو ان البلازة نفس الشي نفس الشيارة الي قاني حطيه فاسين نوعا ما نمشي على ثيم يمكن نغير هالشيار الباقي عقب ما عرف بشوف انا كيف بس حاليا 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 يعني الجامعة ماشية على وتيرة ممتازة جدا وعندي مجال اشلف 3000 طالب في الجامعة طبعا اكادي مكي خلو نشوف الى اخره الى اخره الى اخره ان احنا جامعة غير مصنفة اصلا للحين وناخذ فلوس على الطلاب ما عنا طلاب مبرع بس عنا زحمة مفروض زحمة من خارج الدولة مفروض ان عنا تذكرون اللي عدلنا تغيرت بالتمام تماما تماما تغيرت تنزيل احطي شير كبار يعني شيء اثري شوي في الوسط خلو نحطيه على النقطة بس المدينة كثيفة فالمدينة كثيفة عليها نواتج ثانية نزيل الحين ممكن ازيد هني سكن طلاب او سكن طلاب ولا لا احطي ما احطي الحين نحن نحن نسير ثلاثمية هني كل واحد ثلاثمية تسعمية طالب خلنا نحاول اذا يستوي مكان حق سكن طلاب ما يستوي هني بذبط المكان ما يستوي ممكن بس مش حلو وممكن ممكن هني ورا الادارة بس ورا الادارة مكان مبتذل شوي احسه ممكن نحطي هني بعد قدام البركنات خلنا نحط البركنات احسه مكان زين ان هالمكان محتاج شوي تمديد لحظة خلنا نمد الشبك مالا نزيل هذا العازل تذكرون اللي احنا استعملنا قبل نزيل الحين هم مقابل نتخيلوا هاي جامعة مقابل محطة قطارات ما شاء الله ثمانتالاف الحديقة مقابل حديقة حيوانات اللي قاعد دخل علينا ويد فلوس مقابل الزحم اللي قاعد تستوي في الحديقة في المدينة المدينة نفسها دخل علينا فلوس زيادة وقبنا نزيدهم اشياء ثانية يعني بس اهني احس اذا زدتش اهني راح اتوهق انا سخصيا وانا انسان ما بقت اوهق الى ان الى ان الى ان الى ان يوصل الليفل اللي اي خلاص نحاحن طلبات هذا خلصنا احطي اهني مدينة سكنية شوفوا الهدف منها ان تكون تميلة اهم شي فشو بسوي بايب الشارع الشجر احطي اهني هديقة طويلة احلى في الوسط بالضبط في الوسط واجيب الشارع هذا الطريقة هذي شوفوا بالطريقة هذي ونشوف المناطق كيف تم بني اوكي حبا هني حبا نزين ايب الشارع هذو تصيدق الى الشارع الرئيسي نشوف بالطريقة هاي وهذا نقدر نزيده كمدينة اهني خطة بتكون ان شاء الله جميلة ان شاء الله ان شاء الله نزين نيب هذا اني ان نقدر بالطريقة هاي بعد تكمل المنطقة اللي في الوسط بيوت هذا الشارع راح يكمل طريقة عاليا عاليا لان ما عنا شي فبنسويه بالطريقة هاي ما في درب زيال انزين الطريقة الثانية ابو اوصل لهذا بس بالوسط بالضبط راح تكون غلطة بس لا ما بتكون غلطة لان هذه عبارة عن نفس دوار عسان نثبت انها دوار خلنا نغير الشارع ها بغير صبره بالطريقة هادي هذا خلنا نغيره بس وانني بالتول ان شاء الله يشتغل عدل ايوه واشتغل استوى دوار استوى دوار نظامي خلاص شوفوا وهاي منطقة راح تستوي سكنية سكنية بحتة بالطريقة هادي طريقة هادي طريقة هادي طريقة هادي وهني كمعمارة الطريقة هادي طريقة هاي بعد نقدر نحطي عماير بس على الشارع الخارجي ما بقى احطي على اساس ما اسويز احمالها طريقة هادي طريقة سوينا مجموعة بيوت زيادة كهرباء 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 سفين اوكي وصلت كهرباء خلاص نزيل لانا محتاجين شوي بيوت زيادة محتاجين زيادة اعداد سكاني محتاجين زيادة وراها ها افكر اسوي منطقة تعليمية اسوي شوي باركات اسوي كم من دكان واحطي مكتبة احس بيكون مشروع ناجح لان هالناس الحين بالطريقة هادي راح يقدر يتمشون في باقي المدينة او ويون المول ينزيل المنطقة اللي وراها خلنا نشوف يمكن نغير جوانبها الحين لان افكر احطي بيوت بعد على هذا الجانب شوفوا بالطريقة هاي بالطريقة هاي هاي راح يبطيط لعبيت عبيت خلنا نسيب الطريقة هاي افضل خلنا نسيب يمكنها من نفس الكياس اللي براها افضل شوفوا عماية لكن اصغر نزيل الشارع الثاني راح احطي مدخل شارع عرضي نزيل منفصل وراح اسير على التعليم اسير تعليم الاساسي مالنا والله هذا حلو حق الجامعة صدقون هذا اقدر ابني حول حديقة من الصباح ادور شي بحطي هني عقبة بني حول الممرات وباقي الامور انزيل هاي شي وايد حلو انزيل وبنحط احفوان هني وبنحطي هني شو طبعا ها المنطقة اللي عليمين ومخربها سيعد الوقت ان يشل لها مكتبة عامة اوكي لاحظة خلنا ندقل مو بالتول انطقة مثالية وايد حلوة في النص الجامعة هاي وايد حلو مكان هاي بنقدر نسيبه على اساسها مماشية بما انه رصاصي نروه منستعمل شو ممرات هاي وايد اوكي نزيل الجامعة ايش اخبار هاصلن خمسمية خمسين طالب نزله شوي نزيل المكتبة العامة راح تكون في حديقة صحيح بس باركنات 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 باركينكس 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 نزيل خلنا نصير الشارع نمد خط الشارع عفوان اللي هو الداخلي ما الباركينك اوكي ما اظن اني نحتاج باركنات اكثر من اللي بسوي يعني كمية معقولة بس اكثر من هاي ما اظن اني نحتاج نحن شبه مستحيل يعني نزيل خلنا نميلها حبة حبة و نركبها وين اهني نحطي سيارات اصحاب الهمم تعالوا يا اصحاب الهمم وقفوا هني عند المكتبة سيعطيكم الصحة والعافية والقوة نزيل ونحطي سيارات كهربائية بالعكس وبالثاني ها مفروض تكون بلاش اصحابات كهربائية بارك المالم اصحاب البركنات بكبرها بلاش بس يدبي اظن الى الحين باركنات ببلاش حق الكهرباء انزيل بنحط هني بارك بس يكمل شكل الخطوط وبنية هني يا سلام فت رفت شوف فت بس يبقى لباركن باركنك بس لتوحيد الاشكال شوفوا وعننا باركنك نزيل الشير هذا شو وضعه خلنا نشوف ايوه هذو نزيل خلنا نحطي له شير وشجر هني شجر الاني بعد داخلي طبقتين نزيل وشير هني ما خلف الباركنات مومد منها شي اوكي خل الناس هني توقف حق المكتبة شو العامة شو العامة لازوزكم باركناتها حلوة اصلا لابيري ستي يوزرز ان دي يونيفيرستي نيو ثلاثة عش واحد يابون يستعملون مكاتب اصلا بس هذو النطاق نحنا في البداية بدينا نعتمد ترامز ولو تذكرون الحين قمنا ما نعتمد ترامز قمنا نعتمد اشياء ثانية جمزين هذو المكان نقدر 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 نحطي شارعين مزين اه من هني لين خلنا نشلل السنو بنقتول لين هني خلع شارع طريقة هاي الصبر لين هني نرده هني صبر الباصات عندها شارع خاص ايوا شارع خاص بالباصات هذا اللي انا ادور عليه صبر ابقريت شارع باصات سيدين حشيش زين عفوا هذا ما اضبط اكيد ما بيضبطه لانه لازم الطريقة هذي وني بالمو بالتول حرك هذا لين هناك الناس اللي تنزل من الباص وبسع انها تمشي للجهة الثانية وتي على طول المكتبة من هذا المنطلق انا شو بسوي بحطي لفة باصات في المدينة بس حق منه حق مستعملي المكاتب افضل انها تكون على منحنة مختلف من شو من باقي الشوارع فبحطيه هني طلاب الجامع اتوقع انهم يستعملونه بس بيمشون لين هني الحديقة هذه يضيبون ما عنا مشكلة والسكان اللي هني يستاهلون بعد ونحطيهم هني ونرجعهم وين النقطة هذي هذي الهدف منها المكتبة وبعض الاماكن الناس بتتنقل يعني بس الشارع نفسه يديد شار شوارع يديده او الشوارع العامل او الكورنيش ما عنا مشكلة هذا معناه صار عنا محطة باصاتة هني وفيه صار ناس تقدر تمشي من هنا هني بعد نقدر نحطيه شويش يرى عساس الناس ارتاح في المكاتب حاليا حاليا لاني يطلع عندي مشروع مستقبلي اقدر شو اني على اساس اقرر نزيل الشارع اللي ورا شوفوا المنطقة كبيرة بس منطقة تعليمية بعد مش هيا يعني يعرفتو بس ما نحتاج بس هذا نبقى حديقة صغيرة اللي هي هاي مش صغيرة بس مناصب اهدافي صراحة نزيل خلنا نطلع الشارع اه نبقى شارع 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 من الخلف ودي الباركنات بعد نزيل ونحطي حديقة هذا المكان نزيل الناس بتيهني الحديقة طبعا ونمده الشارع بس اه طبعا يكون مسكر هذا نحطي شوي في الوسط اساس الاتجاهين يقدرون يستعملون لا للأسف اقدر حطي شارع ترى مشابس تزفين بيمشون لان هني يقدرون يمشون مفروض نظريا الشير اللي عنا هني نقدر نرص هني بالطريقة هاي حول المكتبة نزيل ويستوي عنا المكان مشجر شوي نزيل بما اننا عنا حديقة نحن هني نقدر نزيد الحديقة حديقة ترى يعني هاي اذا ارضا نجرني بحديقة اكبر بس شو الهدف من حديقة اكبر بالطريقة هاي ما في هدف صح هني شو سيارات اللي تقدر تمشي يا فون ها كل البساط كل السيارات بس ما من فرض ما لهم هدف يمشون هني سيارات نزيل شوفوا 38 واحد يا استعمل منه المكتبة هذي آخر فترة نزيل الحين هذا الشارع اقدر امده هني كنكتة توصل لانه بعيد عن التقاطع هذا ما بيسوي لي وايد زحمة فالناس تقدر تستعمل الشارع لأشياء ثانية خلنحطي الشير نحطي هني تجر الحديقة هذي نزيل شوفوا الحين ناس تقدر تستعمل الحديقة بقى الريحية شوفوا ويه من ضمن الخدمات يعني ترى لا تنسوا 47 واحد وو 47 واحد يستعمل الحديقة الجامعة شخبرها الجامعة مشي فوق 55 مشكلة اذا زدت وايد المجارات التعليمية بيمكن نخفضون في الجامعة هاي مشكلة يعني عرفتو نزيل خلنسوي تقع يشتغلو عليه نقدر نسوي هني حديقة او مجال تعليمي او مواصلات او وايد اشياء نقدر نتسويها مش شوية اشياء لكن انا شخصيا افضل اشوف شو يوصل شو ما يوصل اول شي المنطقة هذي عليم كيف ما يوصل المنطقة هذي اه صح نحن محتاجين مدارسة الابتدائية فخلنا نحطي مدرسة هني في الواقع بحطي مدرستين جن بعض بتخدم الناس اللي موجودين في المنطقة تراه شوفوا هذي راح يزيد عندنا كمية تعليم الابتدائية والله هني منطقة هالوحق اني احطي فيها مثلا مجموعة مدارسة وشي من هذا الخبيل تراه شي ايه جميل يعني مش اننا تعبون ننزين خلنا نزيد المنطقة لهذه المنطقة شارع سيدة وهذا نقدر نوصله بالشارع هذة ما عندي مشكلة في عنا شوارع احس بحطيها هني لمجرد الفصل ان هاي مثلا منطقة مدارس مدرستين لهم جامعة بروح المدارس ابتدائية اوكي الجامعة هني ما عندهم مدارس ابتدائية بما تكفي الناس بس على امن انهم يقدرون يوصلون هذا اللي امن شوفوا انا عندي مدارس ابتدائية راحوا المكان انه ما عندي عندي ستلاف كباستي وعندي الف وتسعمية وممكن يدرسون نزين الحين في ناس بتسكنه هني في ناس بتسكنه هني لازم والناس اللي بيسكنوه هني ما رح يكونون عماير يوت هذا الشارع ما عليه زحمة فبحط المنطقة كامل خلهم يطلعون كيف ما يحبون ما عنا زحم هني لامور طيبة طريقة هذي هاي طبعا عند المدارس على طول فهي التعليمهم مفروض يكون جيد جدا الى ومتاز الصراحة طبعا هالمنطقة بس اشلها اقرر سوي منطقة صيت محترمة هالمكان راح يمتده شوي وراح نكمل المنطقة الدراسية على الاغلب بس الشي الثاني اللي ابقى مدرسة ثانوية شو اخبارها هني ما شي مدرسة ثانوية عدلة فخلونا نحقي مدرسة ثانوية مكان البيوتاي وحيد كان عندي حديقة هاي مفروض ايوه اركب شوفو استود نفس صفة مدارسة هني بحطي انا وشي اشل المنطقة الناس اللي ساكنة هني وحطي مكانها نفس الشير اللي حطينا حق المكتبة هني نهوض ناس متقدمة شوي ولا ناس متعلمة مش متقدمة لانا بعد مساحت الارض شوفوه مباليو الارض عالي يعني الناس اللي بتطلع الارضي بتطلع بيوت جميلة يعني شوفو شوي بيطورون ها لغلب راح يطورون ان ادجكيتة اهداع الشيابلي بس هامعنا راح يتعلمون لان عندهم التعليم موجود كل شي عندهم موجود واحد ستين واحد في المكتبة واو الجامع عندي وضحها شوي غير مستقر بس انا اعرف ليش واعرف رسال فعادي يعني ما عنا مشكلة هنا بيونوا بيحلوا المواضيع لما في زحمة لامور طيبة منزين هذي ممكن اضيفي اضافات من تفتح الجامع عندي شوي ديكورات شوي سوالف تحت ببدأ اضيف الاضافات هاي بخليها ممكن فاضي حق الاضافات فما راح اتعب عمري وايد ولا راح افكر وايد في الموضوع هذا هنا احنا قلنا شو بنسوي بنسوي ممشى هنا حديقة حديقة الهني ممشى هنا بالطريقة هاي ممشى بالطريقة هاي يوصل لين هنا تعال يا ياخي تعال انت هنا بدل ما تمشون الطريق كله احطي لها ممر شاء هني ونحطي يدام ممر المعبر اللي هني يدخلون الحديقة هني يروحون مني يدام الجامعة وين يسيرون يسيرون للحديقة اللي موجودة ورا وفي ناس تزوره ترى في ناس تزوره لا تنسوا عندنا كمية طلاب نحن هنا اربعمية ولا خمسمية طالب مش شوية بس نحن اللي سوينا يوم زدنا الكثافة اللي هني وهقنا شوي الشياء بحطي هني دكاكين ورا المكتب الناس تبطي دكان تبطي شرب شي تبطي اكل شي الواقع يقول لي احطي هني دكاكين بس ما بحطي هلا هذا المكان شوي فاضي بس الحدائق قامت تبعد عن نماكن يعني هاي البعيد عن نماكن الحدائق فما ادري زحمة الحدائق مفروض ما تتأثر يعني المتازل جدا هاي فيها اصلا ميتين 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 وستة ميتين وستة ثراثين والله وايد في زحمة عنا في مشاكل صحية انا متأكد بس انا مش قادر امسكها اهني خطت المنطقة اي اشتريتها بس اه لاحن يلسى خطط كيف اسويها الصراحة عددت الارض وهذا بعدني يلسى خطط كيف ممكن اسويها المهم هذا بالنسبة لنهاية هذا الويديو نشوفكم في فيديو قادم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ونحط الله وبركاته